معنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي الليبي ردوان الفيتوري في ظل هذه التطورات ما فرص نجاح هذه المبادرة سيد الفيتوري يعني حضرتك سميتها مبادرة هي أقرب ما تكون إلى التنافس على توزيع الكراسي يعني رأينا ما حدث في المغرب ما يسمى بمجلس الدولة معظم أعضائه معتردين كيف الإخوان المسلمين هم لهم الصوت يتفاوضون على تقسيم الغنائم يعني يتحدثون عن من مسؤول عن الرقابة الإدارية ونسوا أن يفترض التفاوض يكون على كيفية إجلاء الماليشيات إجلاء المرتزقة وأيضا اختلفوا يريدون سرط منزوعة السلاح ولا يريدون أنه مقر مصرف ليبيا المركزي في سرط هذه من ناحية هذا وفد المشري لكن الآن عندما السراج أحسى أن هناك ممكن أن البساط ينسح من تحت قدمي الآن السنة وفد يعني عندنا وفدان فضيلة عندنا وفد القاهرة وعندنا وفد المغرب وكل منهما يمثل جهة معينة من أطراف سراع الماليشيات في الغرب الليبي وطبعا كلاهما يأتمرون بأمر أردوغان أردوغان في كل الأحوال بالنسبة لهذه الوفدين هو الكاسب لأنه هم الناتق الرسمي بأسمه لكن هو يخلق هذا التشتت بينهما لاستمرار الأزمة وأيضا لتشتت الانتباه الدولي وأيضا لغاية الأمس يا سيدتي الطائرات لا زالت تحفظ في مطار الوطية محملة بالأسلحة والمرتزقة إذن هذا التركي يخطط للبقاء في ليبيا لعشرات عشرات أسنين ولكن يا سيد الفيتوري السراج استفاق لدور في النهاية بالتأكيد لمصر دور في هذه القضية ألا ترى بأن الأمر قد يأتي بنتائج إيجابية سيدتي المستغرب أن الآن السراج استفاق وانتبه للدور المصري طبعا الشقيقة مصر لها الدور الأكبر وهي صاحبة المبادرة والإعلان الذي يجمع كل المبادرات السابقة لكن لأن هذه المبادرة هي طلبات الناس طلبات رجل الشارع العادي لم تلقى أذان صاغية في المجتمع الدولي الذي يا سيدتي يحرص كل الحرص على إطالة الأزمة الليبية لو كان هناك جدية في التعاطي من المجتمع الدولي أو من الأمم المتحدة لكان منع عشرات السفن الآن أمام الموانئ في الغرب الليبي السفن التركية يا سيدتي إذن واضح جليا السراج يخاف على منصبه وعلى تدوير هذه المناصب لكن أعتقد أن الشعب الليبي في غاية الوعي ورافض تماما تدوير هذه النفايات شكراً ردوان الفيتوري الكاتب والباحث السياسي الليبي من بيروت مكتب لا blind